مرحبا بكم أعزائي طالبة الصف الثالث المتوسط من فضائية العراق التربوية أقدم لكم درسا جديدا من دروس الفيزياء درسنا لهذا اليوم أعزائي طالبة هو الدرس الثاني للفصل الأول الكهربائية الساكنة عزيزي الطالب أخذنا بالدرس الأول أو بالدرس السابق كيفية شحن الأجسام بالكهربائية الساكنة وأخذنا بعض الأمثلة عليها ودرسنا كيفية شحن سيقان الزجاج والمطاط بشحنات كهربائية ساكنة وعرفنا أن الشحنات المختلفة يحدث بينهما تجاذب والشحنات المتشابهة يحدث بينها تنافر وعملية التكهرب عزيزي الطالب هي عبارة عن اكتساب الجسم لشحنات كهربائية ساكنة كيف يمكن الحصول على هذه الشحنات الكهربائية الساكنة بواسطة الدلك أو طرق أخرى سوف نتطرق لها في هذا الدرس إذن عندنا أول طريقة من طرق شحن المادة بالكهربائية الساكنة هي طريقة الدلك طريقة الدلك نأخذ عليها هذه التجربة حتى تبين عندي هذه الطريقة مثل ما ذكرنا بتعريف التكهرب هو اكتساب الجسم لشحنات كهربائية ساكنة شحنات كهربائية ساكنة إذن سؤال ما هي طرق أو طرائق شحن المادة بالكهربائية أو شحن الجسم بالكهربائية الساكنة الجواض طرق شحن المادة بالكهربائية الساكنة عندي ثلاثة طرق الطريقة الأولى هي طريقة الدلك الطريقة الأولى هي طريقة الدلك الطريقة الثانية هي طريقة التماش الطريقة الثالثة هي طريقة الحس إذن هذه الطرق الثالثة هي تخص طرق تكهرب أو تشحن المادة بالكهرباء الساكنة الطريقة الأولى طريقة الدلك وطريقة التماس وطريقة الحس بالنسبة إلى الطريقة الأولى طريقة الدلك كيف يتم شحن الجسم بواسطة طريقة الدلك رح نحتاج في هذه التجربة إلى بالون مملوء بالهواء وقطعة من الصوف هذه قطعة الصوف وهذا بالون يتم دلك هذا البالون بواسطة قطعة الصوف فرح نلاحظ أن هذا البالون سوف تكون شحناته سالبة اكتسب شحنات كهربائية سالبة بينما قطعة الصوف هذه فقدت هذه قطعة الصوف فقدت الكترونات أو شحنات فأصبحت شحنتها موجبة بالحالة الثالثة سوف نقوم بتعليق هذا البالون بواسطة خيط معزول ونقرب له قطعة الصوف الموجبة الشحنة سوف نلاحظ انجذاب البالون إلى قطعة الصوف انجذاب هذا البالون الذي تكون شحنته سالبة إلى قطعة الصوف الموجبة الشحنة اذن اللي رح نحتاجه بالون منفوخ وقطعة صوف نقوم بدلك هذا البالون بواسطة قطعة الصوف فبالتالي فأن هذا البالون سوف يكتسب شحنات كهربائية سالبة وقطعة الصوف سوف تظهر عليها شحنات موجبة وعند تعليق هذا البالون بواسطة خيط معزول سوف نلاحظ انجذاب هذا البالون إلى قطعة الصوف عند تقريبها له وبهذه الحالة تكون البالونة قد شحنت بطريقة الدلك هذه هي الطريقة الأولى لشحن الأجسام أو المواد بالكهربائية الساكنة الطريقة الثانية هي طريقة التماس طريقة التماس طريقة الثانية طريقة التماس طريقة التماس عزيز الطالب هذه الطريقة يتم بيها شحن الأجسام بملامسة أي جسم آخر مشحون إلى جسم آخر غير مشحون من خلال التجربة التي سنأخذها نأخذ كرتين من نخاع البيلسان ونقرب لهما ساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة وبالتالي فإن الشحنات التي سوف تكتسبها الكرة الأولى من خلال الساق بملامسة طبعا سوف تنتقل هذه الشحنات إلى الكرة الثانية ونقدر نشوفها من خلال الرسم التالي هذه الطريقة عدي كرتين من نخاع البيلسان هذه الكرة الأولى وهذه الكرة الثانية معلقة بخيط من مادة عازلة ومن نقطة واحدة هذه كرتين من نخاع البيلسان غير مشحونة ما عليها أي شحنة كهربائية بالحالة الثانية هذه الكرة سنقرب عليها ساق من الزجاج ساق من الزجاج هذا ساق الزجاج سوف نقوم بدلكه بواسطة قطع من الحرير فإنه سوف يكتسب شحنات كهربائية موجبة وبملامسة هذا الساق إلى الكرة الأولى سوف تنتقل شحنات كهربائية موجبة إلى الكرة الأولى هذه الكرة الأولى انتقلت إلى شحنات كهربائية موجبة وبما أنه فلما انتقلت إلى الشحنات انشحنت هذه الكرة بشحنات كهربائية موجبة نفس شحنات الجسم الشاحن اللي هو ساق الزجاج وبالتالي فأن هذه الكرة الثانية بملامستها إلى الكرة الأولى سوف تظهر أيضا عليها شحنات كهربائية موجبة لأنه كانت ملامسة لها فهذه هو طريقة الشحن بالتماس فأصبحت الكرتان الآن مشحونة كرتان مشحونتان بشحنتان أو بشحنات موجبة لذلك هذه الكرتان تنافرت أول شيء كانت هذه الكرتان غير مشحونة لامسنا ساق من الزجاج موجبة الشحنة مع الكرة الأولى فانتقلت شحنات موجبة من الساق إلى الكرة الأولى وبما أن الكرة الأولى ملامسة إلى الثانية فأيضا انتقلت إلها شحنات موجبة صارت هذه الكرة الثانية مشحونة أيضا بشحنة موجبة لذلك بما أن الكرتان شحنتهم موجبة سيحدث بينهم تنافر صارت تنافر بين الكرتين المشحونة بنفس الشحنة هذه هي الطريقة الثانية طريقة التماس أما الطريقة الثالثة فهي طريقة الحث وهذه الطريقة سوف نقوم فيها بتجربة أيضا توضح كيف يتم عملية شحن كرة متعادلة كهربائيا وكيف يتم في الأخير شحن هذه الكرة بطريقة الحث هذه الطريقة سنستنتج على الرشومات التالية الطريقة الثالثة طريقة الحث أو التأثير هذه الطريقة سنحتاج بها إلى كرة معدنية هذه كرة معدنية معزولة ومتعادلة كرة معدنية معزولة ومتعادلة هذه الحالة الأولى بالحالة الثانية هذه الكرة المعزولة راح نقرب عليها ساق من المطاط مشحون بشحنة كهربائية ساكنة بعد أن دلكناه بقطعة من الصوف إذن ساق مطاط مشحون بشحنة سالبة مثل ما موجودة عندنا راح نلاحظ أنه في هذا الرسم الثاني أنه الشحنات الكهربائية اللي موجودة على هذه الكرة المتعادلة السالبة سوف تبتعد عن الجسم المؤثر اللي هو الساق المطاط وهذه الشحنات سوف تسمى بالشحنات الطليقة وما يبقى قريبا من هذا الساق هي الشحنات الموجبة لأنه هي الشحنات المخالفة لشحنة هذا الساق هاي الحالة الثانية الحالة الثالثة مع بقاء هذا الساق المطاط المشحون بشحنة سالبة بقاء في مكانة ما غيرنا من شيء سوف نقوم بتوصيل أرضي توصيل أرضي نقوم بتوصيل أرضي للكرة المعدنية المتعادلة نوصلها إلى الأرض بواسطة سلك موصل أو بملامسة هذه الكرة بأصبع اليد راح نلاحظ الشحنات الموجبة أو ما تسمى بالمقيدة بعدها بمكانها لكن اللي راح يصير هنا بما أنه وصلنا الكرة إلى الأرض فالشحنات السالبة سوف تنتقل إلى الأرض هذه هي الحالة الثالثة بالحالة الرابعة هاي الكرة المعدنية لا زال ساق المطاط السالب الشحنة موجود في مكانه والشحنات المقيدة أيضا لا زالت في مكانها بالحالة هذه الرابعة سوف نقطع الاتصال الأرضي برفع هذا السلك أو إذا كنا واضعين أصبع اليد نرفع هذا الأصبع والحالة الأخيرة هذه الكرة هاي الحالة الخامسة والأخيرة سوف نرفع ساق المطاط عن الكرة وبالتالي فأن هذه الشحنات الموجبة المقيدة الموجودة سوف تترتب بانتظام وتتوزع بانتظام على سطح الكرة وبالتالي فأن هذه الكرة تكون مشحونة بشحنة موجبة إذن هذه هي كلها هي خطوات شحن الجسم بطريقة الحس بطريقة الحس بالنسبة للحالة الأولى هي كرة كهربائية كرة معدنية كرة معدنية معدنية معزولة هذه هي الكرة المعدنية المعزولة بالحالة الثانية قربنا ساق من المطاط إلى هذه الكرة فالشحنات السالبة ابتعدت والشحنات الموجبة بقت في مكانها لأنه مخالفة إلى شحنة الجسم الموجود هنا هذه شحنة سالبة لذلك أي شحنة سالبة سوف تبتعد عنه وهذه الشحنات هي تسمى شحنات طليقة هذا ساق المطاط نقدر نسميه الجسم المؤثر أو الجسم الشاحن فابتعدت الشحنات السالبة وبقت الشحنات الموجبة قريبة من عنده بالخطوة الثالثة ساق المطاط لا زال موجود في مكانه وقمنا بتوصيل هذه الكرة المعدنية بتوصيل أرضي بربطها بواسطة السلك إلى الأرض حيث أن الشحنات السالبة بدت تتفرغ إلى الأرض بالخطوة الرابعة الساق المطاط السالب الشحنة بعدها موجود في مكانه والشحنات الموجبة اللي موجودة على الكرة بعدها مقيدة في مكانها و 못 لاحظنا أي وجود لأي شحنة سالبة لأنه الشحنات السالبة مثل ما ذكرنا تفرغت إلى الأرض وبعد رفع هذا الساق وصلنا إلى الخطوة الأخيرة بعد رفع ساق المطاط السالب الشحنة فأن هذه الكرة سوف تنشحن بشحنة كهربائية ساكنة موجبة الشحنة والشحنات الموجبة توزعت بانتظام على سطح الكرة المعدنية نفس الحالة إذا أردنا نغير ساق المطاط نخلي ساق من الزجاج بدلا من ساق المطاط فاللي راح يصبح هنا عزيز الطالب شنو؟ أن الشحنات الموجبة هي اللي راح تكون شحنات طريقة والسالبة هي اللي راح تكون شحنات مقيدة لأنه المؤثر شحنته تكون موجبة يعني ساق الزجاج دائما دلك بقطعة حرير يصبح موجب الشحنة فلذلك الشحنات الموجبة تبتعد والشحنات السالبة هي اللي تبقى هذا اللي راح يصير عدي بالتجربة إلى أن نكمل نفس الخطوات فنحصل على جسم سالب الشحنة بالأخير إذن في هذه الطريقة عزيز الطالب سوف نستنتج أنه إذا قمنا بشحن الجسم بالكهربائية الساكنة فأن الشحنة التي سوف يكتسبها هذا الجسم بطريقة الحث هي شحنة مخالفة لشحنة الجسم الشاحن مثل ما ذكرناها بالمثال قبل قليل أنه جسم المؤثر أو الشاحن هو ساق من المطاط سالب الشحنة وأخير شيء حصلنا على كرة موجبة الشحنة إذن الشحنة اللي حصلنا عليها هي عبارة عن شحنة مخالفة لشحنة الجسم المؤثر بالنسبة إلى التماس بطريقة التماس أيضا عزيز الطالب حصلنا على شحنة مشابهة إلى شحنة الجسم نوضحها هنا اللي حصلنا عليه تم الحصول على جسم مشحون بشحنة مشابهة مشابهة لشحنة المؤثر المؤثر هنا كان من الزجاج شحنته موجبة أيضا تم شحن الكرات بنفس الشحنة أما بالحث بالحث هنا نقول تم الحصول على جسم مشحون بشحنة مخالفة مخالفة لشحنة الجسم المؤثر هذا ما حصلنا عليه بطريقة التماس وطريقة الحث أو التأثير بالنسبة للتأثير قدرنا نعرف نوع الشحنة اللي موجودة على الكرة باستخدام جهاز يدعى بالكشاف الكهربائي إذن الكشاف الكهربائي هو عبارة عن جهاز يستخدم في المختبرات لأغراب التجارب للكهربائية الساكنة ويمكن الاستفادة من هذا الجهاز بخطوتي أو أوجه الاستفادة منه أوجه الاستفادة منه هي أنه يمكن معرفة شحنة الجسم ويكشف عن وجود شحنة الجسم إذن نأخذ فائدة الكشاف الكهربائي الكشاف الكهربائي هو جهاز يستعمل في التجارب بالمختبرات في التجارب المختبرية الخاصة بالكشاف الكهربائي الساكنة سؤال ثاني ما هي فائدة الكشاف الكشاف الكهربائي؟ طبعا هذا السؤال ممكن يجي بأكثر من صيغة ما هي فائدة الكشاف الكهربائي؟ ما الغرض من استخدام الكشاف الكهربائي؟ ما الفائدة العملية من الكشاف الكهربائي؟ إلى آخره من الأسئلة فالجواب هنا رح يكون واحد أولا الكشف عن وجود الشحنة الكهربائية لجسم ما على جسم ما الفائدة الثانية هي معرفة نوع الشحنة الكهربائية على الجسم إذن هذا هو الكشاف الكهربائي جهاز يستعمل في التجارب المختبرية الخاصة بالكهربائية الساكنة ويتم الفائدة من هذا الكشاف في الكشف عن وجود الشحنة الكهربائية لأي جسم ومعرفة نوع الشحنة الكهربائية على هذا الجسم هذا بالنسبة إلى تعريفه وفائدة الكشاف ننتقل إلى سؤال آخر هو مما يتألف أو مما يتكون الكشاف الكهربائي؟ الكشاف الكهربائي سؤال مما يتألف الكشاف الكهربائي الجواب أولا يتألف من شاق معدنية اثنين يتألف من قرص معدني أو كرة معدنية ثلاثة ورقتان من الذهب أو الألمنيوم أو ممكن تكون ورقة واحدة أو ورقة من الذهب أو الألمنيوم هذه الورقتان توضع في أسفل الساق المعدنية السنبينة إن شاء الله بالرسم وصندوق من الزجاج أو الخشب أو أي معدن آخر بشرط أن يكون ذو نافذة زجاجية وأخيرا وأخيرا سدادة من المطاط أو الفلين هذه هي مكونات الكشاف الكهربائي راح نبينها بالرسم راح نبينها بالرسم إذن عزيزي الطالب مثل ما عرفنا الكشاف الكهربائي يتكون من ساق معدنية وقرص متعادل أو كرة معدنية متعادلة وورقتان من الذهب أو الألمنيوم وصندوق من الزجاج أو الخشب أو المعدن بشرط أن يكون ذو نافذة زجاجية لكي يمكن رؤية الأوراق الموجودة في داخله وسدادة من المطاط أو الفلين هذه المكونات راح أوضحها بالرسم التالي أول شيء عندنا ساق معدنية هذه هي الساق المعدنية النقطة الثانية اللي نحتاجها في هذا الكشاف هو قرص معدني أو كرة معدنية توضع في أعلى الساق المعدني وورقتان من الذهب أو الألمنيوم توضع في أسفل الساق وتكون بهذا الشكل هذه ورقتان وصندوق من الزجاج هسا راح أكتب عليهم حتى تعرفهم عزيز الطالب صندوق من الزجاج أو الخشب أو المعدن وسدادة توضع في الأعلى من الفلين أو المطاط إذن اللي موجود عندنا هنا هذا هو قرص الكشاف قرص معدني أو كرة معدنية هذا هو الساق معدني للكشاف هذه هي السدادة سدادة المطاط أو الفلين وهذه الأوراق خلينا نسويها بلون ثاني حتى أتبين بشكل أبرز هذه هي أوراق أو ورقتان من الذهب أو الألمنيوم وهذا هو الصندوق الزجاجي هنا الصندوق اشترط أنه ليس بالضرورة أن يكون زجاج لكن شرط أن تكون نافذة زجاجية حتى يمكن رؤية أوراق الذهب أو الألمنيوم من الداخل وملاحظة إذا كانت سوف تنطبق على الشاق المعدني أو سوف تنفرج عنه هذا رسم مبسط للكشاف الكهربائي عزيزي الطالب إذن عرفنا من خلال الموضوع أنه الكشاف الكهربائي هو جهاز يستعمل للكشف عن وجود الشحنة ويستعمل لمعرفة الشحنة وعرفنا مكونات اللي هي قرص معدني وساق معدني وورقتان من الذهب أو الألمنيوم وصندوق من الزجاج وسدادة من المطاط أو الفلين هذا بالنسبة لما يخص جهاز الكشاف الكهربائي وإن شاء الله في الدرس القادم سوف نشرح كيف يتم شحن الكشاف الكهربائي إلى هنا عزيزي الطالب ينتهي درسنا لهذا اليوم نتقيكم إن شاء الله في درس آخر اشتركوا في القناة